السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلبات وطالبات الصف الرابع لتدائي. موعدنا النهاردة ان شاء الله تعالى. محل المحافظة الغربية من كتاب بيت باي بيت. عشرين تعتا عشرين. الصف الرابع نبدأ بسم الله. اقرأ وعمل الفراغات. جوس عصير. لانش غدا. تشيكن دجاج. ديليشوس لزيز. روز طبعا الورد الحمراء. انا اريد انا اتناول الغداء الخاص به. محب طبعا ان انا اتناول دجاج ورز يبقى الاجابة الصحيحة. طبعا الطعام يكون لذيذ يبقى. انا طبعا محب اتناول البطيخ واشرب بعض العصير. اه طبعا هنا بالنسبة التوصيل. عندي اللي الورد الحمراء. طبعا على طول يعني طبعا بتكون اطول من ذهرة الاقحوان. يبقى عندي نمبر وان بي بي. نمبر ايجيبشن فورمار زريز. طبعا المزرعين المنصرين بيربو اكيد طبعا انهما بيربو تشيكن الدجاج لاجابة الصحيحة اي. اه نمبر طبعا العنب و المانجا بيكون فاكهة لاجابة الصحيحة اي. نمبر فور اللي هو ثالب الفينك. هاز طبعا لديه اذن كبير. لاجابة الصحيحة عندي سي. اه نمبر فايف. احنا نمضغ الطعام. طبعا اه بقسنا الاجابة الصحيحة دي. اه طبعا الترتيب كروكوديلز. صوري طبعا عزرا. اه صفحة معطوعة. كروكوديلز التمسيح. يعني التمسيح بتكون خطيرة. يعني او حيوانات خطيرة. انها بجوار مركز التسوق. اي حيوان بيكون مخيف او مرعب. اي حيوان بيكون مخيف او مرعب. نمبر فور. شوتس اللي النبتة او النبتات. تنمو. زي الصويل يعني اعلى اه الطربة. اه بيجي سري هوندرد ان اتين. عندي البنك تويت. اه نمبر وان. طبعا الراجل العجوز بيبيع طبعا اه السمك الطازة. يبقى هنا حرف تي بقى كابيتل. وفي نقطة في اخر الجملة. فلسطوب. لان طبعا دي جملة خبرية مسبتة. نمبر تو. كم يذن الجمل. اه عايزين طبعا في اول جملة. وطبعا ده سؤال في اخر اه الجملة. نمبر عندي طبعا محافظة الدقاهلية. ادارة شرق المنصورة. شوت ذا رايت اه انسر فروم اي بي سي او دي. عدد والدي. طبعا بيستخدمهم عشان يصلح الاشياء. طبعا بيبيع الطعام للزبائن. يبقى طبعا اللي هو السوبر ماركت اللي محلات. المستشفيات. المستشفى. المستشفى. يبقى انا عايز الحرف الجارة. هكامل يعني بجوار المدرسة. اي اه اوزران طبعا الصفحة المطوعة هنقول الاجابات. عندي نمبر وان بيبي نمبر وان بيبي ونمبر بيدي ونمبر بيدي ونمبر اه بسي. تاني نمبر وان اه بيبي نمبر بي اي نمبر اه بيدي ونمبر اه بي سي. بيج سري هاندرد ان مينتين ريد اند فيل ان دي جابس وذور دس روم دلس نقرأ وامل الفراغات. اب طبعا معناها اه يعني لو جدت مع ويك اب معناها يستيقظ واب معناها اعلى. اه سري اه كاتشيز معناها يصطاد. نير معناها القرب من. مايكازين اذا فاشرمان ابن عمي او ابن خالب يكون صيد سمك هي هازة بكبوت وعنده اقارب كبير او ضخم. هس هاويس طبعا عادي يقول منزله القريب من النهر ويبقى نير الاجابة الصحيحة. اه يو بيستيقظ ايرلي مبكرا كل يوم يبقى الاجابة الصحيحة نمبر تو اب. اه طبعا هو بيطلع بيزهب الى بيخرج بقاربه. كمان ويبسطاد سمك يبقى في الظاهرة او بعد الضور. هو بيبيع السمك الخاص به للاسواق. عندي طبعا read and order the following to make sentences. اعيد ترتيب الكلمات عشان يكون الجمهة صحيحة. دومياتي تشيز اللي يجبنا الدومياتي. يبقى الدومياتي. الجبنة الدومياتي بيكون مشهورة جدنا. ما هي حجرتك المفضلة? ما هي حجرتك المفضلة? ما هي حجرتك المفضلة? نمبر ثري. السعلى بالفانك لديه بأذن كبيرة. طبعا نمبر اه طبعا احنا طبعا ينبغي علينا ان احنا نحترم كل الوظائف. اه الو كابتل وفي نهاية الجملة نضع فلسطوب. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. الى لقاء في فيديو اخر بازن الله تعالى. مع تمنياتي بدوم التوفيق والنجاح. وعزرا على الاخطاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.